بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حديثنا اليوم خواتيم الأعمال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكد برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله يغيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم وفي هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ابن مسعود قال إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة وظفر فتمكث أربعين يوما تنحدر في الرحم فتكون علقة وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك يعني أربعين يوما والمضغة قطعة من لحم ثم يرسل إله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رسقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مائة وعشرين يوما في ثلاث أطوار في كل أربعين يوما منها يكون في طور ثم بعد المائة وعشرين يوما ينفخ فيه الملك الروح ويكتب له هذه الأربع كلمات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال أي رب مخلقة أم غير مخلقة فإذا قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دمها وإن قيل مخلقة قال أي رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت قال فيقال للنطفة من ربك فتقول الله فيقال من رازقك فتقول الله فيقال اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة قال فتخلق فتعيش من أجلها وتأكل من رزقها وتطأ من أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك وفي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال وأن كل ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة والشقاوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو قال كل ميسر لما خلق له وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة حتى يقال ما أجبههم بهم بل هم منهم وتدركهم السعادة فتنقذهم وقد يسلك بأهل الشقاوة طريق السعادة حتى يقال ما أجبههم بهم بل هم منهم وتدركهم الشقاوة من كتب الله سعيدا في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعملي يسعده قبل موته ولو بفواق ساعات ثم قال الأعمال بخواتيمها وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاطمة عند الموت وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة المستفاد من هذا الحديث تسع استفادات حصلها أهل العلم أولا إثبات القدر كما هو عند أهل السنة والجماعة ثانيا جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الثالثة لا اعتراض لحكمه ولا في ملكه فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى الرابعة لم يثبت في الأحاديث النهي عن ترك العمل بل يجب الإيمان بالأعمال والتكاليف فكلا ميسر لما خلق له فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرى الخامسة بالحديث إثبات أن التوبة تهدم ما قبلها من الذنوب السادسة أن من مات على شيء حكم له به السابعة أن أصحاب المعاصي في المشيئة غير الكافري الثامنة من سعة الله ورحمته أن انقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير أما العكس فقليل ولله المنة التاسعة والأخيرة كتاب الله تعالى ولوحه وقلمه كل ذلك مما يجب الإيمان به أما الكيفية فنحن متوقفون عن تشغيل العقل في الوصول إليها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر